أهلا بكم صدر اليوم أول بيان جمهوركي لنقل بضائع من المنطقة الحرة في الزرقاء إلى العراق عبر منفذ الكرامة ريبيل منذ افتتاحه رسميا أواخر الشهر الماضي وقال نقيب شركات التخليص ونقل البضائع ديفالة أبو عقولة لنشرتنا أن الشحنة عبارة عن مركبات تم التخليص عليها في المنطقة الحرة في الزرقاء وأضاف أن هذه أول شحنة بضائع ستصدر عبر معبر ريبيل فيما كانت تصدر شحنات بكميات صغيرة من الخضار والفواكه مثل الرمان والدرق وأشار إلى أن الحركة عبر المعبر لا تزال دون المستوى المأمول حتى الآن بسبب المخاوف من الطريق وعدم الحصول على تطمينات كافية إضافة إلى أن معظم البضائع المتجهة إلى العراق تحصل على بيانات جمهوركية عبر البحر نظمت قبل افتتاح المعبر الذي يحتاج إلى عدة أشهر لعودة النشاط التجاري من خلاله